زارت لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب مركز إصلاح وتأهيل الموجر 2 للاطلاع على واقع المركز والخدمات التي يقدمها للنزلاء وأبرز البرامج الإصلاحية المعمول بها ضمن الاستراتيجية الإصلاحية والهدفة لمساعدة النزلاء وإعادة تأهيلهم ليعود عناصر فاعلين ومؤثرين في مجتمعهم وقال رئيس اللجنة النائب رائد الظهراوي إن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز شراكة اللجان والمؤسسات الرسمية والأهلية مع مديرية الأمن العام في مجال رعاية النزلاء للوقوف على أوضاعهم وما توفره لهم مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من خدمات حسب ما هو منصوص عليه في القانون من جانبه أكد مساعد مدير الأمن العام للقضائية العميد محمد طبيشات أهمية العلاقة التشاركية والتكاملية التي تجمع مديرية الأمن العام ومجلس النواب بشكل عام ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشكل خاص والتي تندرج ضمن رؤية أساسها تطبيق المثل العليا للإنسانية وتوسيع قاعدة العدل لتعم الجميع قامت اليوم لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب الأردنية بزيارة سجن الموقر للإطلاع على واقع الحال داخل السجن والإطلاع على حال النزلاء داخل السجن والإجراءات التي يتم اتباعها والعمل بها مع النزلاء داخل السجن قامت اللجنة بعد ذلك في جولة تفقدية للنزلاء داخل المهاجع داخل السجن للأمان ما رأيناه شيء جيد جدا داخل السجن وما سمعناه أثناء اللقاء الشفوي بيننا وبين إدارة السجن تأكدنا منه على الواقع على الأرض قام رئيس لجنة الحريات العامة في مجلس النواب وأعضاء من الأسادة النواب بزيارة مركز إصلاح وتأهيل الموقر الثنين من أجل الإطلاع على تجربة إدارة مراكز إصلاح والتأهيل في إصلاح وتأهيل النزلاء الموجودين في ظل ظروف الصحية الحالية أو هذه الجائحة التي مرت بها البلاد سمعوا إلى إجاز من مدير مركز إصلاح وتأهيل الموقر الثنين وطلعوا على تجربة النزلاء وقاموا بزيارة لبعض النزلاء في أماكن الاحتفاظ بهم داخل المركز ترجمة نانسي قنقر